الله يخليك حبيبي أهلا بيك بالنسبة للتبرع بقرنية العين أو بالنسبة لقرنية العين هل يجوز الواحد تصرف ده حاجة أبين عطاهنا ربنا ممكن تبرع بيه حضورك ولي ما ينسحش أحسن الله إليك أولا أنا لست ممثلا في هذا الرأي لا عن الأزهر ولعن دار الإفتاء والرأي المعتمد طبعا لهيئة كبار العلماء بأزهرنا الشريف لهم كل احترام وثقة وتقدير وتوقير وكذلك للزميل العزيز الصديق الورع فضيلة الأستاذ الدكتور شوق علام مفتد ديار المصري الله الرأي الفقه لهم لأننا لدي رأي خاص الرأي الفقه إن قالوا بالجواز يبقى يصار للجواز إن قالوا بالمنع يصار إلى المنع أما لو سألتني عن رأي الشخصي ولا أمثل به أحدا فأنا لست مع نقل الأعضاء سواء كانت من أحياء لأحياء أو من موتى لأحياء لأن الجسد ملك لله والإنسان مستخلف فيه ومن حق الميت أن يدفن بكامل أعضائه قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عزم الميت ككسره حيا ويصار إلى بداء الأخرى إن شاء الله تعالى وكرر أن إفتاء خاص اللي هو عدم نقل أو غرس الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي لكن إذا تعارض رأيي مع رأي مشخة الأزهر أو مع دار الإفتاء يؤخذ بدار الإفتاء المصرية إن شاء الله عز وجل آه ترجمة نانسي قنقر